أكفرد ولد متشيع مغربي اسمه ذو الفقار المغربي أنا 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 أكسم برب الكعبة يا شيعة كنت أعلم أن ذو الفرار الناصبي لن يرد على أي مقطع مما جئت به في حلقاتي الأخيرة رددت عليه في حوالي 23 دقيقة وهو أرد في 5 دقائق في موضوع بعيد ويشرد ويغرب وأيضا عن شخصي شفتم يا شيعة لماذا لم يرد وأنتم طالبتوا وهو حذا في التعليقات لماذا لم يرد حول طعنه في النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يرد حول طعنه في فاطمة رضي الله عنه ويعتذر لماذا لم يرد حول حينما قال يا رمي أنت تمست وجهك في الطراب ولم ترد حينما عملت عنك 40 حلقة طب لماذا لم ترد حينما عمل سيد مزن عنك 80 حلقة وتمست وجهك في الطراب وأنا كنت منشغل بشيخك السلقلقي لمؤجرك كالنائحة المستأجرة عملت عنه قرابة 100 حلقة في السلقلقي تحت المجهر لماذا لم يرد فلماذا تمست وجهك في الطراب مع سيد مازن لماذا لم تضع حساباتك يا ذو الفرار المغربي لماذا لم تدخل إلى البالتك ولماذا رفضت المناظرة في مكانة أهل الكساء بين السنة والشيعة يا شيعة خرج الولد المقنع ذو الفرار الناصبي وانتصر لنفسه خرج وقال أنت قلت يا رامي عيسى ماذا ماذا أنت قلت أني أطعن في النبي وأعتذر لا لا في فاطمة رضي الله عنه وأعتذر لا لا أنت قلت أني ذو الفرار فأنا أسميك دفداء شفت انتصار لنفسه وليس لدينه أهم حدا شخصيته نفسه شاهدوا كيف كان رضي ذو الفرار على الفيديو بأكمله الكلمة لأغضبته إن احنا سميناه بذو الفرار المغربي لكن لا يغضب طعن في النبي صلى الله عليه وسلم ولا فاطمة ولا هروبه من المناظرة ولا تمس وجهه في الطراب ولا وضع حساباته ولا دخوله إلى البالتك انظروا لمن انتصر لنفسه يا شيعة يا من تصفكون له أولا حول إصارك على تسمية بي ولكن ذو الفرار فكذلك أنا يحق لي أن أرد عليك وأسميك بالدفداء من اليوم فساعدا اسمك اسمه ذو الفقار المغربي طيح الله حظك كما يقول الإخوة العراقيين طيح الله حظك فعلا كما يقول الإخوة العراقيين اللي هيمتعوك في كربلاء طيح الله حظك فعلا أنت الآن يا ذو الفرار انتصرت لنفسك فقط أنت تريد أن تخرجوا بالله عليك من اللي شكله شكل الدفدع يا ذو الفرار الناصبي أنت تعلم لماذا يا شيعي هذا الولد ذو الفرار الناصبي لماذا لم يعتذر لأنه يظن أنه لو اعتذر هيفضح نفسه فيقول أفضح ديني الإمام الاثني عشري أفضل من أن أفضح نفسي أمام البعض القطيع الذي لا يريد التفكير شاهدوا لهذا لا يعتذر منه لكن أنا عالم أنك تختار أن تفضح مذهبك على أن تفضح نفسك لأنك إذا اعتذرت ستفضح نفسك ولذلك اخترت أن تبقى دون رد لفضيحة مذهبك لأنه بالنسبة لك كمضية لكسب المال والشهر اختر أن يكون بدون رد ولا يرد على الكلام اللي قلناه علشان ما يفضحش نفسه لأنه نفكر أن الشيع مش هيخشه ويشوف الردود الشيع بيفكره الآن يا ذو الفرار لماذا لم ترد على الست نقاط اللي رامي قالها حتى أن أنا كتبتها لكم يا شيعة في آخر حاجة في الفيديو خالص الأخير وقلت له مكتبوها له وثبتها عندي في التعليق وكأنه لم يرى شيء اتعمى عنها اتعمى نكررها تاني لأنها بتحركه هذا الولد الفرار لماذا تعمت في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولماذا لم تعتذر شاهد وإلا بالإمكان أيضا أن نعاملك بالمثل ونقول لابد أولا أن تعتذر للمسلمين جميعا لأنك شنعت عليهم برواية رواها الكلين في كتاب الكافي ما شاء الله ما شاء الله أترضى أن يقول عنك أنك كنت جالسا مع أصحابك ثم مرت امرأة من أمامك فنظرت إليها فوقع في قلبك شهوة النساء فتركت أصحابك وذهبت إلى زوجتك لكي تجامعها ثم اختسلت وعدت إلى أصحابك وحكيت لهم ما فعلت ونصحتهم أن يفعلوا مثلك أترضى بهذا؟ جاء في كتاب بحار الأنوار لمحمد باقر المجلسي في المجلد السادس عشر صفحة 259 ذكر نفس الحديث بالإسناد عن أبي عبد الله قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة فأعجبته فدخل على أم سلمة وكان يومها فأصاب منها وخرج إلى الناس ورأسه يقطر فقال أيها الناس إنما النظر من الشيطان فمن وجد من ذلك شيئا فليأتي أهله ثم يعلق المجلس قائلا بيان لعله صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك وأظهر لتعليم غيره إذن فهذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره أمام الناس من باب التعليم فلنستمع الآن ماذا قال الولد المقنع عن كلام المجلسي ما شاء الله قد يقول قائل وبالعب في ذلك فرسول الله يعلم الأمة تبا لكم أتسقط كرامة وحياء رسول الله من أجيان يعلم الأمة ألا توجد طرق أخرى للتعليم بدل هذه الطريقة التي لا يرضى أن يفعلها حتى الرسل الفاجر لا حول ولا قوة إلا بالله هل نأخذ بكلام المجلسي الذي قال هذا من باب التعليم أم نأخذ بكلام الولد المقنع الذي قال أن هذا من أفعال الفجار العياذ بالله يا ذو الفرار الناصبي تسب النبي صلى الله عليه وسلم نطالبك بالاعتذار نطالبك بالاعتذار نطالبك بالاعتذار برضو مش هيرد برضو أكنه أعمى حتى أخير مرة نطلع لبس القناع عن اليمين ظهره وعين الشمال المخفية عايز يعمل أي حاجة فقط يحفظ ماء وجهه لابد أن نحاول أن نرد على رامي يا ذو الفرار لماذا غضبت إما حقلت عنك فرار ولم تغضب إما جبنا مقطع لك وأنت بتطعن في النبي صلى الله عليه وسلم يا ذو الفرار رد على هذا المقطع قولوا قولوا معايا يا شيعة يا ذو الفرار رد على طعنك في النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتهي بذلك الذي إن شاء الله يطيح الله حظه كما يقول فاطمة وهنكرر المقاطع دي في كل مرة يا ذو الفرار وأيضا في المناظرة وسأوافق عن المناظرة وأكلك في آخر المقطع وسأوافق عن المناظرة وقبل المناظرة في المباشر سأعرض هذين المقطعين حتى أبين أنك طعمت في النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة ومن أجل ذلك لا تريد المناظرة في مكانة أهل الكساء بين السنة والشيعة يا ذو الفرار كيف تتهم السيدة فاطمة رد الله عنها سيدتي ومولاتي بأنها ناصبية عياذا بالله وأنها حقيرة استغفروا الله وأنها اسمعوا ماذا قال ذو الفرار مع داعسه وكابوسه سيد مازم المهتري ودون أن ننسى طبعا أنك آذيت المسلمين جميعا لما قلت أن فاطمة ناصبية خبيثة وحاشاها أنا سيت هيا لنشاهد من هو هذا الشيع الناصب الزنديق الخبيث سباب الصحابة الذي شبه أمير المؤمنين علي بالجمل المخشوش في كتاب وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لحسين البحراني صفحة ثمان وثمانين فدخلوا على أمير المؤمنين عليه السلام ولببوه بثوبه وجعلوا يقودونه قود البعير المخشوش فجاءت فاطمة لتخلصه منهم فلم تتمكن من ذلك إلى أن تقول فهذا ابن عمك يقودونه قود البعير المخشوش فهل فاطمة رضي الله عنها ناصبية خبيثة ملعونة سبابة للصحابة حرام عليكم يا شيعة تطعنون في إمامكم علي وتصفونه أنه كالجمل المخشوش يا نواسب والله حرم عليكم يا شيعة كيف تتجرؤون وتسبون إمامكم إذن فقبل المناظرة عليك أن تعتذر وتتوب من هذا الطعن الشنيع في سيدة نساء العالمين رضي الله عنها ألا لعنة الله على الظالمين أهكذا تتكلمون عن بطعة رسول الله أهكذا تتكلمون عن سيدة نساء العالمين نسأل الله أن يقوبك في قعر جهنم إن شاء الله ما هذه الزندق ألا لعنة يرديكم هذا يا عقلاء الشيعة هذا الولد ذو الفرار المناصبي يطعن هكذا في السيدة فاطمة رضي الله عنها يرديكم تعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم وتعنوا في فاطمة يا ذو الفرار هل أنت عميت لا ترى هذه المقاطع لماذا لا تحاول الرد عليها لماذا تحاول تمس هذه المقاطع أنت بجهلك جعلت بفضل الله تبارك وتعالى الأتباعك الذين يتابعونك في قناتك يأتون عندي ليشاهدوا الحقيقة وإن شاء الله هم يفكروا يا عقلاء الشيعة لماذا ذو الفرار الناصبي لم يرد في الحلقة على طعنه في النبي صلى الله عليه وسلم وتعنه في فاطمة وانتصر لنفسه وغضب حينما قلت عنه ذو الفرار وقال عني هذه الكلمة ذو فضح حتى أني يبين للناس أنا انتصرت لنفسه لكن ينتصر للنبي صلى الله عليه وسلم أو فاطمة لا طالبوا يا شيعة لماذا حذف تعليقاتكم على قناته حينما طالبتو أن يرد على تعوناته في النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة رضي الله عنها رابعا المناظرة في مكانة أهل الكساء بين السنة والشيعة لماذا تهربت منها يا ذو الفرار ألم تقل أن دين أهل السنة والجماعة دين الإسلام أوهن من بيت العنكبوت وأنك توافق على المناظرات فلماذا الآن اترعبت وخيفت وجه رامي عيسى وجها لوجه في مكانة النبي صلى الله عليه وسلم مناظرة كاملة في مكانة النبي صلى الله عليه وسلم بين السنة والشيعة في مكانة فاطمة رضي الله عنه بين السنة والشيعة في مكانة علي رضي الله عنه بين السنة والشيعة في مكانة الحسن رضي الله عنه بين السنة والشيعة في مكانة الحسين رضي الله عنه بين السنة والشيعة ألم تتهموننا يا شيعة بأننا نواصب علمتم من الناصبي الآن نحن نعز ونجل هؤلاء لماذا ذو الفرار المغربي يخشى أن تبدأ المناظرات بمكانة هؤلاء عند الشيعة وعند أهل السنة والجماعة يخشى من الحقيقة يعلم أنه سيدعس ويدمر شاهدوا ماذا قال عن أهل السنة والجماعة فأنتم ودينكم أعزز وأوهن من بيت العنكبوت ولا حاجة لأن أناظركم فقط في موضوع واحد فأنتم ودينكم أعجز من بيت العنكبوت طب تعالى استرجل استرجل يا زولفرار وتقدم للمناظرة في مكانة أهل الكساء بين السنة والشيعة لماذا خائف لدن بتقول عننا أن احنا بيتنا أوهن من بيت العنكبوت أو ديننا أوهن من بيت العنكبوت والله مستعان والله يا سيد أحمد مشكلة فلماذا أنت خائف وتقدم تقدمنا تنظر أنا وأنت في هذا البيت اللي هو بيت العنكبوت في مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة وعلي والحسن والحسين أم أنك جبان ورب الكعب خايف من رمعيس والله ظهر للشيعة قبل السنة يا زولفرار المغربي شفتم يا عقلاء الشيعية من أتيتم من قناة زولفرار المغربي نحن ندافع عن آل البيت رضي الله عنهم وعليه السلام وهو يتهرب من الدفاع عن آل البيت يخشى أن يواجه رمعيس في هذا الموضوع لأنه يخشى المواجهة لأنه لا يستطيع الدفاع عن آل البيت بما في قطبه وسدقنا لن أأتي بما في قطبه أيضا في المناظرة سأأتي كل كلام بمقاطع سأدعس السلقلقي ياسر الخبيف في طعنه في النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الكساء والمهاجر وردوان درويش ووكلة السستاني وأسد قصير سأأتي بكل المدرس اللي بيصفيه كلك الآن في طعنين في أهل الكساء وأنا في مناظراتي بأتي بمقاطع فيديو مباشر حتى لا تقول لي رواية ضعيفة أو شيء فلماذا خائف؟ شفتم يا شيعة يريد أن يحفظ ناء وجهه قال أطلع أعمل رد بس خمس دقائق هكذا على رمي إيسى وأقول يا دفدع ويكذا حتى أننا يظهر أننا بتحدث وألبس القناع من عشاء لا يريد التقدم للمناظرة في مكانة أهل الكساء بين السنة والشيعة الآن يا عقلاء الشيعة لا تسألوا ذو الفرار لأنه لن يجيبكم لا تسألوا لماذا لم تعتذر حينما تعنت في النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا لماذا لم تعتذر حينما تعنت في فاطمة رضي الله عنها لا تسألوا لماذا تتهرب من مناظرة رمي إيسى في مكانة أهل الكساء بين السنة والشيعة مع أن رمي إيسى أعطاق دعف وقته صلاث مرات هل فعلا في أشياء أنت خايف رمي إيسى يعرضها وخايف تخشى المواجهة أن رمي إيسى يكشف هذه الديانة الوثنية لا تسألوا عن هذا لأنه لن يجيبكم وفي الختاب طلب ذو الفرار المناظرة في الإمامة وعدالة الصحابة لأنه يعجز عن المناظرة في مكانة أهل الكساء بين السنة والشيعة وأقول لك يا ذو الفرار رمي إيسى موافق على هذه المناظرة الإمامة وعدالة الصحابة وسأعرض كلامي هذا اللي انت خايف من مناظرة مكانة أهل الكساء سأعرض رغما عنك في المناظرة لأن في الإمامة هل يستحق عليه رضي الله عنه في دين الشيعة أن يكون إمامه هو كذا 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 هبين هبين طعنات وبين تأليه الحسن هل يصح الحسن الذي يقولون عنه في كتاب الكافي كذا والذي قال عنه ردوان درويش كذا والذي قال عنه أمير القريش كذا هعرض مقاطع بسيطة المناظرة ستكون ثلاث ساعات يا ذو الفقار بين الإمامة وعدالة الصحابة فهل يستحق الحسى رضي الله عنه أن يكون إمام في دين الشيعة هل يستحق عاجعج بن نرجس وسردابه مش هقولي أنه هو في السرداب بالوقت عاجعج هل يستحق أن يكون إمامه وكذا كذا ستدمر يا ذو الفقار وافقت على المناظرة تهرب ذو الفقار بالاعتذار ثم تهرب بتغيير الموضوع ثم تهرب بعدم وضع حساباته ثم تهرب الآن والآن مسك رام عيسى هذا الولد ذو الفرار المغربي وقال له موافق على المناظرة في الإمامة وعدالة الصحابة رضي الله عنهم وسيتم الدعس على رأسك يا ذو الفرار متى؟ دع لنا حساباتك الآن أو لا لا بلاش حسابتك لأنك ستخشى وتخاف سننتظرك في غرفة عمر صهر علي القرار وحينما تدخل ستجد سيد مازم على المايك ينتظرك بالأحضار منتظرينك يا ذو الفرار غدا اخرج اليوم بمقطع فيديو وقل غدا سأكون في البالتك في الساعة الفلانية والوقت لا تخف سيكون بالتساوي وأنت الذي اخترت الموضوع يا ذو الفرار فهل سيوافق يا شيعة؟ ليس لكم عذر بعد ذلك ننتظر رد ذو الفرار المغربي ولا تطالبوه بالاعتذار يا شيعة سأعرض هذه المقاطع قبل المناظرة مباشرة أمام الجميع تعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم وتعنوا في فاطمة رضي الله عنها وفي كتاب قال أنه لسني وهذا الكتاب لشيعي سأعرض هذه الثلاثة أشياء مباشر فيديو أمام الجميع قبل المناظرة ثم ندخل في المناظرة والدعس مباشرة بإذن الله تبارك وتعالى وهذا سيكون غدا بإذن الله تبارك وتعالى فانتظرونا مع ذو الفرار الناصبي طيح الله حذك كما يقول إخوة العراقين